ورجعنا بعد الفاصل أصدقائي في برنامجكم لقاء حصري مع غادة كرامة فقرتنا دلوقتي هتدينا روح وطاقة إيجابية جميلة جدا من خلال لقائي بالأستاذ حسام الهرماسي الشاعر المبدع ورجل الأعمال البارز في مجال المؤولات العامة وشركة مدير عام شركة الهرماسي للمؤولات أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك يا فندم سعيد باللقاء وسعيد أن أنا معكم النهاردة وبحب أمسي على السادة المشاهدين وإن شاء الله كن دفخ خفيف عليكم وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة يا رب العالم أولا شرفنا بك كلنا وكون سعيدة أن احنا نبدأ نتكلم عن الشاعر حسام الهرماسي كلميني كده عن علاقتك بالورقة والألم بين السطور والكلام الجميل ده كله ومن إمتى بدأ الانطلاق الإبداعي ده والله الكتابة كانت معايا مجرد خواطر أثناء مرحلة السنوية العامة إلى أن دخلت القوات المسلحة الجيش طبعا دي فضل كبير علي في فقرة في الجيش طبعا بيبقى فيه فترة فراغ كبيرة حاولت أستغل الفراغ بتاعي أن أنا أبرز أقرى كتير من الكتب واكتشفت الموهبة دي أن أنا ممكن أكتب ولقيت بعض من زملائي بكل بساطة بدأوا يقتنعوا بي وبدأوا يشجعوني أكتر فأنا يعني كنت سعيد جدا وسطهم وكنت سعيد في الحاجة اللي أنا بقدمها لأن طبعا الفنان بيموت من دون تشجيع ومن دون دعم فالحمد الله رب العالمين قدمت قصائد متعددة وكتبت في الجيش أكثر من 150 قصيدة وحبيت أبرز حكتي وبين الناس قدقي حب الوطن وقدقي قصائد رومانسية وموضوعات اجتماعية متعددة بنحاول نوصل رسالة من ده لا نقصد شيء ولا نقصد شيء معين من اللي احنا بنكتبه فالحمد الله رب العالمين أنا سعيد النهار دا أنما حضرت أنا أسعد بيك وبتشرف بوجودك طبعا وعايزة بس أقول على موضوع أن أنت بتقول لي أنا ابتديت من خلال تجربتي دي أن تنطلق جوية المشاعر الإبداعية والتفاصيل دي كلها هل دا كان كامل من فترة المشاعر والمعاني الكبيرة اللي أنت قدمتها بعد كده في القصائد كان كامل جواك إيه اللي كان بيمنع أن أنت هل كان ديك انشغال بعمل ما أو في الدراسة أو حياتك ما كانتش فيها استقرار ما يعني كلمني إيه اللي خلى تجربة هي اللي تطلع الإبداع الكامل من زمانك كان فيه انشغالات كتير زي المذاكرة وفترة مرحلة السنوية العامة ثم الالتحاق بالجامعة وانشغالي أصلا أنا بعملي الخاص وأثناء الجامعة وأنا بشتغل من مدة كبيرة من قبل المخلص كله وأنا بشتغل لأنني بلاقي نفسي في حتة البزنس وإن شاء الله يعني الواحد يعني يعني بيتمنى يبقى حاجة مميزة في البزنس وأقدم مشاريع كتيرة للشباب وقدر أفيد المجتمع بتاعي وفيد الوطن لأن الإنسان بيسيب بصمات الخير وراه فلازم الإنسان يسعل ده ويعمل على ده كويس إن شاء الله بإذن الله طبعا مش أضيع الوقت أن أريد أن أسمع حاجة جميلة بس تكون كده من حاجات ليها يعني كل شاعر مهما بيكتب عنده حاجات من كلماته بيميزها أو بترتبط بظروف بذكرة محددة حاجة ليها غلوة عندك كده من كلماتك نقول العيون الجارة تمام أوكي العيون الجارة العيون الجزابة على فكرة أولا عايزين نعرف بقى تقول إيه في عيون الجارة أجمل ما في الحارة عيونك يا جارة أجمل ما في الحارة عيونك يا جارة بتبص علي من فتحة الشباك فكراني مش شايفك هناك عيونك الغزلان يتداروا وراء الببان العشك عمره مكان عاجز ما تخبهوش وراء الحواجز ما تلبسيش الخلخال عشان محدش يعرف جمالك ويكتروا خطابك واتعذب أنا بعذابك جالس أنا بين العشاق الحيارة وبعدهالك يا جارة عايز أخبيكي وحميكي من كل العيون اللي بتبص عليكي فرحي قلبي أكتر أنت قطعة من السكر حلي أيامي ونوري أحلامي عشقك بحر وأنا عاشق بحورك وعايز أتأكد من شعورك خايف أعيش في حبك هايم ويكون عشقك مش دايم خلي السعادة طريقك أنا غريقك ببساطة بلدي بحبك يا بنت بلدي البسي الطرحة والداري البسي الطرحة والداري عشقتك وأنا مش داري يا ست البنات كفاية كسوف حبي في عيونك مكشوف بتحبي طيب ليه الخوف ليه الخوف دافعي عن عشقك وما تخفيش من جهل مجتمعك الجمر حكيت له عليك وعايز يطلع ينور من عينيك نفسي أعرف لعيونك لون بيهم أنا عايش مفتون في الصبح بشوفهم سود وفي الظهر مليهم العسل وبالليل أزرق وبيلمع فيهم الجمر شمسك دهب لامع وغير صوتك أنا مش سامع نادي علي مستني طلعت كلبهية عايز أبص ليك أكتر اللي يشوفك عمره ما يتعكر فوق الجبل كنت جاعد بفكر فوق الجبل كنت جاعد بفكر وشوفت ستة الحسن على الأرض بتتدلل وجعت أنا من فوق وعنيا مش عايز أتفوق عايز أعيش خيال حبك ونور من نور جلبك العمر كله يعدي وأنا بوصفك ما هو عد علي جبل ما عرفك بحلم بمكان بعيد عن البشر يكون فيه ورد وشجر الورد ياخد ريحة من عضرك والشجر يرتوي من مية وجهك والعصفير تتلم حواليك وفي كل صبح تندح عليك خلصت كل الكلام في عشكك ودني تنورت لما زارها حب جميل جداً ما شاء الله ده ما الإبداع شكراً يا فنب بنتكلم على المزيج بقى في الشخصية بين الرجل العملي جداً والحياة العملية والجدية المجال حتى متقولي البزنس والدنيا دي وحست الفنان بقى المشاعر وبتبقى كله عاطفة وبيبقى عنده المشاعر دي بنتكلم عنها طب المزيج بين الشخصية دي والشخصية اللي كلها مشاعر مرهفة وحسيس الشاعر والله هو فيه مزيج فيه مزيج بين الحياة العملية معايا والشاعر المزيج معايا حتة المشاعر والرحمة يعني أنا أحياناً بضعف جدام يعني ممكن حدي يعني يستطعف يعني أضعف من العاطفة التي أظهرها للعميل في العمل أو في الشغل بتاعي فده بيأثر عليه في شغلي يعني أنا ممكن قدام حد تلاقييني يعني ضعيف شوية لو هو يعني طلب طلب أو هو رجل فقير أو رجل يعني يعني أنت بتكلمت مهمة أن أنت مش معنى أن أنا إنسان عملي جداً ده ما بيلغيش الرحمة والشعور مع الناس بالأمانة والرحمة والأسلوب الجميل ده أكيد أنا بحييت جداً على كل كل كلامنا ده و لو نقدر نقول كلمة للشباب قبل ما نختم لو نقدر نقول كلمة للشباب كله في مصر وفي الوطن العربي ككل لأن احنا بنكلم على المستوى وطننا وديننا وكل حبيبنا نديهم رسالة كده أصدقائك وأصدقائنا كلهم بيسمعون دي وعد أنا بقول للشباب رسالة اشتغل وعافر مش هتلاقي طريقك محاطة بالورد ومفروشة بالورود والنعيم ولكن انت اشتغل اخلق الفرصة واشتغل من أجل الفرصة ومن أجل العمل ومن أجل البناء لازم تبني نفسك لأن احنا في مجتمع في مصر لازم احنا كشباب نخلق الفرصة لنفسنا مش الطريق مفروشة بالورود لا طريق محاطة بالمخاطر ومحاطة بالريسكينج في العمل ومش عايزة غير الناس اللي عندها الشجاعة طبعا وعندها الإرادة طبعا والإيمان بالذات لما هنتقابل تاني ان شاء الله هنتكلم على الإيمان بالذات ان انا مش محتاج ان انا ألاقي الشخص اللي يدخل حياتي عشان يخليني اعرف ايه متنفسي او ان انا انطلق او ان انا اتحدى الواقع مش عارف اقول ايه طبعا انا سعيدة جدا واتمنى ان احنا نقرر لقاءنا كتير المرات اللي جاية وكل مرة هنحط ضدق ونقول ان مصر جميلة بنا وبكل شخصية تشعر بمسئولية وبتحب وطنها شكرك قوي شكرا جزيلا يا فندم وحابب اوجه رسالة لكل الشباب الجيش المجتمع المصري كله يا جماعة الوطن غالي والدم غالي ولازم كلنا نقف بجانب بلدنا ونقف بجانب اوطننا ونقدم الشيء اللي بيليق بالمجتمع المصري كله وشكرا جزيلا استاذ غادة بشكرك شكرا جزيلا عفوا وبشكركم اعزائي المشاهدين والقاكم ان شاء الله الاسبوع البعد القادم وحلقة اجمل كمان وكل جديد